بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومذوانة Thaqrofixer اليوم سوف أقوم بشرح أداة مجانية أخرى من بين الأدوات التي قلنا بشرحها هذه الأداة فهي أداة مارفيل سوف نقوم بوضع لينك الخاص من أجل تحميلها والآن هذا هو الدوسي الخاص بها سوف نقوم بالدخول إليه ثم كما ترون فالأداة تحتاج إلى باسورد ما علينا سوى إما الضغط على كومنتر ثم تقوم بتحميل الباسورد الموجود هنا مارفيل تيمز هذا هو المكتوب هنا بالأحمر أو تقوم بالدخول إلى هذا الفيشي ثم تقوم بعمل كوب باي والآن سوف نقوم بتثبيت الأداة كما ترون هذا هو الباسورد الخاص نقوم بفق الضغط عنها وتثبيتها هذه الأداة من بين الأدوات المجانية التي تعطينا بعض الخصائص وبعض العمليات نستطيع أن نقوم بعمل بيب باس لبعض العواتف فهي أداة لا بأسفها من بين الأدوات المجانية إذن ننتظر حتى يتم فك الضغط عن الملفات وتقلع من أجل تثبيت نعم الآن هنا يمكنك اختيار المكان الذي تريد أن تقوم بتثبيت الأداة به يستحسن أن تثرك كما هو ثم هنا نضغط على ثم عن ستايل هنا الآن ننتظر حتى يتم عمل كوب لجميع الفايلات الخاصة بهذه الأداة يتم عمل كوب لها في مكان مخصص ثم يقومون بتثبيت الأداة الآن يقومون بعمل بالإكستراكشين للفايل يعني الملفات الخاصة بالأداة الآن كما ترون لقد تم الثثبيت يمكننا أن نقوم بعمل الـ Run من هنا ويمكننا نقوم بالضغط على الأيقون الخاصة بها هنا مارفيل نقوم بالضغط وننتظر حتى تقلع الأداة عليكم السلام دلنا الآن وبعد فتح الأداة كما ترون هذه الأداة مارفيل طولز كما ترون هذه الخيانات المخصصة هنا سوف نكتشف ماذا يوجد بها هنا بالنسبة للـ Adobe توجد هذه الخيانات الخاصة بالـ Adobe المين red info check root factory rest backup نعم هناك العديد من العمليات التي يمكن القيام بها إضافة اللغات إلى بعض الهواتف ثم slide speed يمكنك عمل flash عن طريق side weather هنا يمكنك عمل install بعد rescan false scan remove تقوم بعمل حذف أو install لـ Adobe بالنسبة للهواتف ثم extra DB بالنسبة للـ fast mode هنا هذه العمليات الخاصة بالـ fast boot ثم fast boot flash يمكنك عمل flash للهواتف التي تكون مكسورة البوت عن طريق fast boot هنا MTP هي كذلك تدعم خاصية MTP بالنسبة للـ Samsung والهواوي والشاومي وامفينيكس إلى آخر من العمليات تقوم بفتح المتصفح ثم هنا MtK بعض العمليات بصراحة لا بأس بها فيها بعض العمليات لكن ليس فيها الكثير ليس بها الكثير ثم هنا Qualcomm هنا Xiaomi خاص بالشاومي وهنا extra جميل فيها ويمكنك هنا تختار في test points يمكنك إيجاد test points لبعض الهواتف كما ترون فما عليك سوى الضغط واختيار الموديل من هنا سوف أقوم باختيار مثلا Amphinex Amphinex تدعمه فهي نزلت فاتية لنسبة للشاومي بها سوف أختار شاومي ريدمي نوت ويت مثلا ثم تست بوينت خاصة ريدمي نوت نعم مثلا شاومي ريدمي نوت ناف برو هذا كل شيء بالنسبة لهذه الأداة هناك بعض هنا الرائع جدا تشاك ايمي بنسبة لشاومي يمكنك عمل تشاك ايمي وبنسبة لأبل أيضا يمكنك الضغط هنا وسوف يقوم بفتح المتصفح وفتح هذا الموقع الخاص بعمل تشاك للاي كلود كذلك بنسبة لعمل تشاك للمي اكاونت من هنا نعم هذا جميل هذا كل شيء بالنسبة لهذه الأداة وإلى اللقاء إن شاء الله في شرح آخر